أهلاً بالجمهور الكريم وصلني السؤال من أحد المشاهدين يقول أستاذنا الفاضل كنت قد تحدثت في إحدى حلقات التاريخ المبكر للإسلام عن رمزية إطار الحجر الأسود بيتيلوس وقلت إن الكعبة بناء دائر الشكل رغم أننا نراه مربعاً وقلت إنها ترمز لله الإلهة الأم إلهة الخسب والجمال عند العرب والحجر الأسود هو رمز الدكورة يعني الله الذي يخرج من رحم الله دون أن تقدم لنا أدلة قوية يمكن مراجعتها للتعزيز الطرح الذي قدمته أشكر السائر الكريم على هذا السؤال فالحلقة التي أشار إليها أخونا الفاضل كانت رداً على سؤال كذلك والآن يمكن أن نتعمق أكثر في الموضوع في الحقيقة هناك القليل جداً من المعلومات وصلتنا عن حياة العرب قبل الإسلام والباحث لا يجد ما يشبع رصيده المعرفي في هذا الموضوع فأستدنا الكبير الدكتور جواد علي صاحب موسوعة المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام قام بمجهود جبار بتسليط الضوء على هذه الفترة وقدم لنا الكثير من المعلومات عن الكعبات التي كانت موجودة فيما يسمى العصر الجاهلي وكذلك الأديان والمعتقدات التي كانت سائدة في الجزيرة العربية وغيرها إلا أنها ليست كافية لكشف الستار عن هذه الفترة التي سبقت ظهور الإسلام وعلى الباحث أو الباحثين تقديم المزيد من البحث والتنقيب لإظهار ولو جزء بسيط من هذه الحقيقة الغائبة نعود للموضوع الذي طرحه السائل الكريم تخبرنا الروايات الإسلامية على أن الكعبة كانت مليئة بالأصنام عند فتح مكة ما يناهز 650 سنما كانت في جوف الكعبة لكن هذه الأخبار ظهرت في العصر العباسي وهناك شكوكا حول صحتها عبادة الأصنام والحجارة عند العرب قبل الإسلام لها ما يؤكدها ويؤيدها في التاريخ المادي وأقصد به علم الآثار الأركيولوجيا وقد تحدثنا عن اكتشاف فريق الأركيولوجيا معهد وادي عربة بقيادة الأستاذ أوزي أفنير للحجارة التي تمثل رمز الخصوبة تؤكد قدم ارتباط البدو العرب بآلهة الخصب والجمال وتقديسها منذ تاريخ بعيد فالإلهة أشيرة أو عشيرة رمز الأنوتة والدة الإلهة عشتار إلهة الخصب والجمال وكذلك والدة الإله بعل كما سبق أن أشرت أما رمز الدكورة فهو الإله إيل إله الأعلى والخالق عند الكنعانيين الذي اشتقت منه كلمة إله أو إله التي أصبحت الله باللغة العربية وإلهيم بالجمع باللغة العبرية ولهذا سمي الحجر الأسود بيت إيل بالعبري وبيت الله بالعربي أو بيت بيتيلوس باللغة اليونانية وكذلك باللغة الأرامية بيت إيل بمعنى بيت الرب أو بيت الإله فالإلهة الأم عشيرة عند العرب ما هي سوى تجلي لإلهة اللات وهي تأنيت لله ولهذا نجد في معجم القراءات المختلفة عند صورة النجم اللات قرأها البز عن ابن كتير والدور عن الكساء بالهاء اللاه هذه الإلهة كانت تسمى عند الأنباط في القديم قبل تسميتها باللات بالإلهة كعبو ومعناها العضراء ذات الصدر الكبير والدة الإله دو الشارة كبير آلهة الأنباط وقد أشار الأسقف القبرصي أبيفانيوس السلاميسي في سنة 396 ميلادية في كتابه باناريون عن الهرطقات التي ظهرت في المسيحية وقد تحدثنا في حلقة عن الأبيونية من ضمن هذه الهرطقات يخبرنا كذلك عن هرطقة أخرى نصرانية اسمها قوليريديانية ظهرت في شبه الجزيرة العربية حيث وفق أصحابها بين عبادة الإلهة كعبو العضراء ذات الصدر الكبير ومريم العضراء والدة المسيح ومن بعض الباحثين من قال إن القرآن يدين هذه الهرطقة النصرانية ويكفرها في صورة المائدة الآية 116 وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس تخدوني وأمي إلهين من دون الله إلى آخره كما كفرها الأسقف أبي فنيوس وبعض أباء الكنيسة بعده ومن الباحثين من سماهم المريميون الذين كانوا يعبدون مريم العضراء والدة الإله يسوع كما كانوا يعبدون الإله كعبو العضراء والدة الإله دشارة وخلاصة القول قلت سابقا إن كلمة كعبة ككعب الرجل شيء مدور وهي كذلك من اللغة الأرامية بمعنى كعب أو كعب الرجل أو صابونة الركبة وبما أن شكل كعبة في مكة مربع الأطراف كالحرم يمكن أن نستنتج تطور كلمة كعبة من كعبو الإله كعبو بمعنى العضراء ذات الصدر الكبير والدة الآلهة والحجارة أو الحجر الأسود بيت بيت لوس يرمز لخروج الإله الأعظم من رحمها فيقبله الحاج فيما يسمى العاصر الجاهلي لطلب الغفران والعفو كما هو في عرف العرب إلى يومنا هذا وقد حارب الإسلام مثل هذه العقيدة الوتنية بالقول في النص القرآني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلى آخر الآية كناية عن السيد المسيح وأمه ولات كعب العضراء العامرة الصدر والله المولود منها فرغم تكثير أصحاب هذه العقيدة إلا أن العرب استمروا في تقديس الحجر الأسود بيتيلوس وتقبيله فأخرج بعض الفقهاء في العصر العباسي حديثا عن ابن عباس لتبرير هذه العادة التي تناقض العقيدة المحمدية بقوله الركن يمين الله في الأرض يصافح به خلقه والذي نفسي بيده ما من مرئ مسلم يسأل الله عنده شيئا إلا أعطاه إياه فقد فطن بعض الفقهاء لهذه الإشكالية يعني إشكالية التجسيد المادي لله مما جعل بعضهم ينسب الحديث لابن عباس وينفيه عن الرسول كالشيخ الإسلام ابن تيمية ليخفف من وطأة التجسيد المادي لله في الحجر الأسود فقيده بقوله في الأرض يعني يمين الله في الأرض فجعل حكم اللفظ مقيد يخالف حكم اللفظ مطلق بمعنى أن الحجر الأسود يمين الله ليس صفة من صفات الله تعالى نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة